هدلة جديدة في شرق أوكرانيا ابتداء من التاسع من هذا الشهر تريدها كييف أن تكون وقفاً فعلياً لإطلاق النار وليس مجرد وعود وأقوال على حد تعبير وزير خارجيتها كان لدينا بالفعل العديد من الوعود بما في ذلك منسك التي تتبع منطق خطة السلام الرئاسية وعني بذلك خطة سلام رئيس أوكرانيا في الخامس من سبتمبر وأيضاً في التاسع من سبتمبر هذا ما نحتاج إليه وليس مجرد وعود أو أقوال ولكن في الحقيقة أفعال على أرض الواقع وفي انتظار اليوم الموعود لتأخل الطرفين على خط الهدنة تستمر المواجهات بين الجيش والانفصاليين في الشرق قتل وجرح من الجانبين في معارك تدور في أحياء سكنية بمدينة دونيتسك ومطارها المعركة مستمرة بين المتمردين الإرهابيين وقواتنا في مطار دونيتسك الوضع صعب للغاية لن نتخلى عن أي متر من أرضنا ولدا فإننا سوف نبقى في مواقعنا ونحمي بلدا على الجانب الشرقي من الحدود الأوكرانية تقوم القوات الجوية الروسية بتدريبات عسكرية كبيرة وتشارك في التدريبات مقاتلات سخوي 25 الجديدة وطائرات أخرى من سلاح الجو الروسي وعلى وقع المعارك تستمر الاتهامات المتبادلة بين الغرب وروسيا بشأن المسؤول عن عرقلة التوصل لحل سلمي للأزمة فموسكو تريد من الغرب الضغط على كييف لإجراء إصلاحات دستورية تقول إنها يجب أن تمنح المناطق الشرقية حكما ذاتيا موسعا بينما تتمسك الدول الغربية بموقفها الداعي إلى ضرورة وقف موسكو دعمها للانفصاليين في الشرق وبين العسكري والديبلوماسي تبقى أوكرانيا في انتظار يوم الهدوء كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية بعد نحو السبعة أشهر من القتال والهدن الفاشلة